موسيقى ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المستشار وليد شرابي عضو حركة قضاء من أجل مصر سيادة المستشار كيف تقرأ حيثيات أحكام اليوم يعني حدثت بشكل واضح جدا يفهم كل المصريين الأحكام تأتي من خلال أن الذي يحكم الدولة الإزال هو نظام مبارك الأحكام خرجت عن أي سياق طبيعي لما شهدنا كلنا بأعيننا من فيارات تدهس المتظاهرين ورؤوسات حي وصواب إلى صدور ورؤوس المتظاهرين في 25 و28 يناير الأحكام كلها خارج أي نطاق يخص العدالة أو يخص فكرة القصاص لصالح دماء الشهداء هل هذا يعود إلى ضعف الأدلة التي قدمت للمحكمة أم ماذا؟ لا الأمر لا علاقة له بالأدلة هناك أدلة حقيقية قوية قدمت للمحكمة بشرتها نيابة الثورة لشكلها المستشار طلعت عبدالله أثناء توابوده كنائب عنه وهذه الأدلة شملت اعترافات من ضباط على ضباط آخرين أنهم أمروا وقاموا بتصويل الرصاص الحية على المتظاهرين مما أدى إلى وفاة أعداد كبيرة منهم هذه الشهادات موجودة في أوراق الدعوة لكن ما يحدث زي ما قال القاضي اللي هو حكم اليوم أنه تترك القضية لكي يحكم التاريخ على مبارك وكأنه ليس منط به الحكم وترك القضية ليحكم فيها التاريخ اللافت هو أن قاضي الدرجة الأولى حكم بالمؤبد وقاضي الاستئناف حكم بالبراءة إلى أي مدى يكرر ذلك في محاكمات مماثلة لهذه المحاكمة حضرتك إحنا منذ تنحي المعزول المبارك ونحن نعيش في مطرحية كبيرة الطرف الفاعل والبطل الرئيسي فيها هم العسكر القضاء أثبت خلال المرحلة السابقة أنه عبارة عن دمية في يد العسكر يحركها كيفما يشاء القضاء الذين قاموا بحبث أغلب أعضاء السياري الإسلامي قبل ثورة 25 يناير هم نفس القضاء الذين قاموا بإخلاء سبيل الجميع ثورة نحي مبارك والقضاء هو الذي أمر بإغلاق مقرات الحزب الوطني وهو الذي حبث مبارك وحبث رموز نظام مبارك وحبث أحمد عزيز وعندما قام إنقلاب 30-6 هو نفس القضاء الذي قام بأعادة اعتقال وحبث أغلب أعضاء السياري الإسلامي ثم هو الذي أصبح من الآن لآخر نسمع أحكام البراءات بالجملة على النظام مبارك إحنا بإذن إحنا لا نتحدث على القضاء لا نتحدث عن معايير موضوعية للعدالة ولكن نتحدث عن دمية في يد العفكر يحركها كيفما شاء هذا ما أثبت القضاء أنه يواشره وهو دوره الآن لا يخرج عن كونه دمية في يد العفكر ما صحة أنه خلال إعادة المحاكمة كان هناك محاميان فقط عن الدفاع المدني عن أهل الشهداء في مقابل حوالي 42 محامي عن المتهمين ما صحة ذلك؟ أنا أعتقد أن الخبر ده غير صحيح المحامين والخاصين والمدعين بالحق المدني والحضرين عن أهل الشهداء منعوا مع بداية هذه المحاكمة ليس جلسة اليوم ولكن من عدة الدارتات صابقة وهم ممنوعين من الحضور بعد أن حكمت المحكمة بأنها لن تنظر في الدعوة المدنية المطرحة أمامها لم يكن متواجد اليوم في القاعة إلا محامين مبارك والبعض من أنصار الانقلاب زي ما شاهدنا عبر الشاشات التلفاز لكن كل أسر البحاية وكل المحامين عن أسر البحاية منوعوا من حضور هذه الجلسة طيب الآن نائب العام سيطعن على الحكم هل من سبيل إعادة هذه المحاكمة؟ السبيل هو خلع هذا النائب العام أصلاً يعني حضرتك أن هذا النائب العام الذي لم يحقق في أي من ألاف وقاع القتل التي وقعت منذ 36 وحتى الآن لن يأتي بحق للشهداء في أي مرحلة من المراحل ولكن عندما يتحقق في نائب العام أنه لو فيقوم بالطعن بالنقضة هذا الحكم أنا أقول أنه استمراراً في مطرحية العسكر التي أتحدثت عنها منذ قليل لازال هناك أدوار لبعض الشخصيات التي أصبحت محقوقة أمام الرأي العام المصري هذا النائب العام لا يحقق عن كونه دنيا دنيا يحركها المجلس العسكري كيفما شاء لا يوجد في مصري في هذه المرحلة نائب عام ولا يوجد قضاء ولا يوجد أي شيء يخص العدالة جاي المعيار من معاييرها المستشار وليد شرابي العضو بحركة قضاء من أجل مصر شكراً جزيلاً لك